وضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تطلق عملية لجان التحسيس الوطنية حول القافلة التحسيسية المتعلقة بالقوانين المناهضة للاتجار بالأشخاص والاسترقاق والتمييز والتعذيب تحت الشعار معا للصون كرمات الإنسان وحقوقه في كنف دولة القانون تهدف القافلة إلى تزويد المواطنين في مختلف ولايات الوطن بالمعلومات التي تلقتها عن طريق ورشات التكوين الخاصة بالتشريعات الوطنية والدولية المجرمة للممارسات المنافية لدولة القانون نختار أن أكد لكم عن ذي القافلة الوطنية لليه تجوب جميع أرجاع الوطن نجاحا متركز أساسا عليكم أنتم منظمات المجتمع المدني هذا هو الأدانة كثفنا الجبارات معاكم إياكم مثلا نشرح لكم أهداف هذه القافلة اللي أساسا تتمحور حول إيصال وشرح القوانين المناهضة للإتجار بالبشر وبالاسترقاق وبالتعذيب والتمييز إلى أكثر عدد ممكن من المواطنين وعليه هذه العملية تطلب جهودنا كاملين يسوى الإدارة، يسوى الحكومة، يسوى منظمات المجتمع المدني، يسوى شركاءنا في التنمية هيئات المجتمع المدني المعنية بعملية التحسيس الميدانية ينتظر منها تزويد المفضضية بجميع المعلومات التي توصلت إليها عن طريق المقابلات واللقاءات المباشرة مع المواطنين وجودكم في الميدان يشكل نقطتين مهمتين، واحدة تنقلوا صورة جيدة عن المجتمع المدني للمواطنين والسلطات الإدارية التي تشتغلوا معها واحدة توصلوا الرسالة للقوانين التي لديكم، توصلوها بطريقة أمينة ومسؤولة وموطة ومنكم لا تشكلوا فيه شيء، استفسر صاحبه، الله يستفسر حد من الإدارة التي يشرح لها الموجود بيالي حد ما شريق الرمد، يلتعود هو قاري، هو من راسه، وعارف ذا لا يعدل شرهم ونحن مانا اختارة يتعود مسرحية، مسألة استعراضية، واحتفالات فوركلمية، اختارة يتعود عمل ميداني حقيقي يستفاد منه الناس ويستفاد منه المواطنين ينتظر أن تشكل هذه اللجان التحسيسية الوطنية إضافة نوعية تسهم في تعميق الفهم والبعرفة لدى المواطنين بأهمية معرفة القوانين المناهضة لجميع المسلكيات المنافية لدولة القانون والضبط